اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما الشيخ خالد الملة صاحب نظرية اذا رأيتموني ارشح في الانتخابات فاضربوني بالاحذية لكنه رشح في الانتخابات عن قائمة الفتح انا لا عندي كتلة سياسية ولا عندي كرسي بالبرلمان ولا انتظر كرسي بالبرلمان ولا انتظر اسوي كتلة سياسية واذا رأيتم صورتي يوما مرشح بالبرلمان اضربوها بالاحذية قال اذا تشوفوني مرشح للانتخابات تضربون الصور بالقندرة فهي احنا جايين ضربك بالقندرة يعلموا تلكون ما ضربوني بالقندرة حاشم الحسني عضو البرلمان السابق والقيادي في الحزب الاسلامي قبل انسحابه منه والمتحدث السابق باسم قائمة نور المالكي يعلن اتلاف دولة القانون تمسكه بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الاكثر عددا والتي يحق لها وفق نص الدستور تشكيل الحكومة الجديدة ان اتلاف دولة القانون يؤكد تمسكه بترشيح السيد نور المالكي وهذا الموقف لم ينطلق من حسابات حزبية او فئوية ضيقة انما لكونه حاز على ثقة الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية الاخيرة اياد علاوي رئيس الحكومة المؤقتة في عام 2004 ونائب رئيس الجمهورية صاحب نظرية لا ادري ونظرية انتم الشعب اللي دمرتونا ادري اسمعني اسمعني خلياني مصر خلياني مصر يا اياب دمرت انت دمرتونا احنا شون دمرتونا شون دمرتونا شوف تساعد مصر ليش مساء مع ابو السام الثلاثة بالشعب المصري الشعب المصري عنده حرية احنا طوائف احنا طوائف احنا طوائف احنا طوائف احنا طوائف احنا طوائف همان حمودي زعيم المجلس الاعلى ونائب رئيس البرلمان وصاحب نظرية لا دولة مثلكم في المنطقة حرية التي تعيشونها هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيرها وتحاسبوا على راتبة كم يستنم من الراتب ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة أمامكم فرصة عظيمة لا دولة مثلك في المنطقة لا دولة مثلكم حنال الفتلاوي الطبيبة والنائبة في البرلمان وصاحبة نظريات عدة منها سبع في سبع عباس البياتي النائب عن دولة القانون ولديه نظريتان وهما نظرية استنساخ المالكي ونظرية أصحاب الكساء الآن علم تطور إذا مات المالكي أقول للسلمان الجميلي نستنسخ خلاياه ونجيب لكم مالكي وآخر إلى حقكم إلى أن يكمل دورة الفرلمانية نحن خمس أصحاب الكساء أولنا النصر وبعده القانون ثم الفتح والحكمة والسائرون النائب السابق حيدر المونا صاحب نظرية كل الطبقة السياسية وأنا في مقدمتهم كل الطبقة سياسية كل الطبقة السياسية ورح أعيتها المرة الثالثة كل الطبقة السياسية وأنا في مقدمتهم كنا مرثبين وضعنا وضع عوائلنا وإذا صار دنب الشارع ابن الخايبة راح يفعل ثمن ماكو من الطبقة السياسية راح يفعل ثمن قيس الخزعلي زعيم ميليشي العصائب لديه العديد من النظريات ومنها دولة العدل الإلهي ومعركة الموصل هي انتقام من قتلة الحسين وبعوني تعالى تحرير الموصل هو تمهيد لدولة عدل الإلهي وإن شاء الله تحرير الموصل هو انتقام وثأر من قتلة الحسين لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد القضي محمود الحسن النائب في البرلمان وعضو اعتلاف دولة القانون سابقا ومرشح قائمة النصر حاليا صاحب نظرية العدل أساس الملك والله الرحمن الرحيم العدل أساس الملك صدق الله العلي العظيم على المرشحين الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الحلقة تسجيد 999 ألف دولار لإدارة قناة الرفدين مقابل هذه الدعاية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر